أبطال خرجوا من صفوف الشعب التركي ليتصدوا للدبابات بصدورهم العرية غير مبالينة بالموت لذا فقد سحرت قصة البطل صابري أونال ذي الشجاعة النادرة ملايين الجماهير المشاركة في تجمع الديمقراطية والشهداء في ساحة يينيكا بيف اسطنبول عندما روى على مساميعهم الرئيس أردوغان قصة صموده وعنفوانه هناك بطل من أبطال شعبنا ألقى بنفسه بين جنزيري دبابة فنجى من الأولى لكنه سارع بإلقاء نفسه تحت الثانية فأصيبت يده بجروح بليغة ولما وصل للخبر اتصلت به هاتفيا لأطمائنا عليه فقال لي دعك مني يا سيادة الرئيس وأخبرني كيف حالك أنت أرأيتم في حياتكم شيئا كهذا لا شك أنها حالة روحانية مختلفة إنها عشق عميق بل هي إيمان إلهي ساطع كانت تلك هي الجمل المعبرة التي أوجز فيها الرئيس رجل طيب أردوغان قصة البطل صبري أونال ذي الشجاعة النادرة التي سحرت ملايين الجماهير المشاركة في تجمع الديمقراطية والشهداء في ساحة ينيكا بيف في اسطنبول في ليلة الخامس عشر من شهر ثموز يوليو ليلة محاولة الإنقلاب الفاشل وبعد سماعه بيان رئيس الوزراء بنالي الضرم اندفع أونال وأخويه صوب الشارع مباشرة شأنهم في ذلك شأن مئات آلاف المواطنين الأتراك الأباه غير آبهين بحضر التجول الذي أعلن فرضه الإنقلابيون تلك الليلة وأنا في طريقي إلى اسكدار أخذت معي ثلاثة أحجار صغيرة ماذا يمكنني أن أفعل؟ ولما وصلت إلى جوار المركز الثقافي في باجلرباشا رأيت دبابات تتجه نحوي وهي تطلق النار وسمعت أحدهم يناديني انبطح أرضا غير أني قذفت أحجاري الثلاثة في وجه الدبابات القادمة وظننت أنها قادمة لتدهسني فأخذت ألوح لها بيدي لكي تتوقف وأنا أصيح إلى أين أنتم ذاهبون؟ لا يمكنكم أن تنفذوا انقلابا في بلاد لم تستجب الدبابات بالطبع لإنذاء أونال ولم تتوقف بل كانت تتجه إليه بسرعة كبيرة لكنه بدل أن يهرب قرر أن يحاول إيقاف تقدمها بأي شكل كان ولو مرت على جسده وفي تلك اللحظات العصيبة لاحظ أن أسفل الدبابة مرتفع قليلا من الوسط فسارع منبطحا تحتها فتوقفت الدبابة مترددة لبرها ثم تابعت سيرها مرة من فوقه ولكن بدون أن يصاب بأي أذى غير أن الحال لم يكن هكذا مع الدبابة الثانية لم أكد أنهض من تحت أول دبابة حتى عجلتني دبابة أخرى مسرعة فانبطحت من جديد تحتها غير أنها دهست لراعي الأيمن وهشمت حين حمله المواطنون إلى مشفى قريب لم يكن يدري أكان ألم ذراعه أكبر أم ألم فجيعته على وطنه فهو لم يظن قط أن الخطر المحلق بالأمة كان على هذه الدرجة من الشراسة والوحشية لما خرجت من بيتي قلت بسم الله طالبا الشهادة من ربي لكنه قدر وكما شاء فعل روحي فدى وطني وأمتي أنا روحي فدى الإسلام مع خيوط فجر اليوم الجديد أخذت تتوارد أخبار النصر المؤذر على الإنقلابيين الخوانة الذين باتوا يحارون إلى أين سيهربون وعندها فقط تنفس البطل أنال سعداء واستراحت نفسه الأبية لانبلاج شمس الحق من جديد على بلاده العزيزة تركيا شكرا